وحرفيا انت لو عندك الحاجب ده فانت حياتك في خطر. يب سلام عليكم. عاملين ايه يا رب تكونوا خير. صلوا عن نبي والله هنبدأ في الفيديو بتاعنا. في الفيديو ده انا جاي انقذك من موت محتمل. موت مؤكد ممكن يكون عندك وانت ما تعرفش. فتابع الفيديو ده لحد النهاية عشان هقول لك على حاجات ممكن تصدمك حرفية. مبدأين الفيديو ده اول فيديو في سلسلة زي ما بقول لك كده. في السلسلة دي هقول لك على معلومات صادمة. معلومات لعلاقة بحياتك. بصحتك. بالنس اللي حواليك. بالكرير بتاعك. اي خطر هيصيبك في المستقبل. انا هبدأ احذرك منه من دلوقتي. واقول لك ازاي تتعامل معا كمان. يعني برضو مش هسيبك. لأنا هقول لك على المشكلة. فين اللي هيحصل سببها. والعلاج بتاعها ازاي تحل المشكلة دي بسرعة. فزي ما قلت لك كده. انا لا جاي خوفك ولا جاي رعبك ولا الكلام ده كله. انا داخل على ايه? عشان تبدأ تاخد بالك وتعمل حسابك كويس. لان زي ما انتو شايفين دلوقتي. موت الفجأة بقى كتير وعا فكرة دي علامة من علامات الساعة. تلاقي الشاب كده زي الورد لسه سنه صغير ومش باين على اي حاجة لمريض لطعبان لمش عارف ايه. وفجأة تلاقيه يوقع طب ساكت مات. او الله يرحمه يعني. طيب الكلام بتاعي ده انا جايبه منين والكلام ده كله جاي منين والحاجات دي. وهديك الوقتي الادلة على الكلام بتاعي. طيب ما بدأين كده تعال معايا خش معايا في قصة حلوة كده دلوقتي. انت دلوقتي نازل من بيتك راح الشغل. فبتبص في السماء الساعة سبعة الصبح عادي خالص بتبص في السماء. لقيت ان الدنيا مغيمة. انت ساعتها مباشرة هتقول الله ده الدنيا مغيمة. غالبا الدنيا هتمطر. او او الدنيا هتشتي او في رياح او مش عارف ايه. بتبدأ تتوقع حاجات بلقى عن اللي انت شايفه. هنفترض ان انت مدرس مسلا او حاجة زي كده. وعندك طلاب كتير في المجموعة او الحصة او الدرس ايا كان يعني. بتبقى عارف مين اللي هيجيب اعلى درجات ومين اللي مش هيجيب اعلى درجات. ليه? عارف مستوى الطلاب اللي عندك ومين الشاطر ومين مش شاطر. فطبعا هتتوقع مين الافضل فيهم او مين اللي هيقدر يحقق نتيجة اعلى. فالله انا اقصده ان انا عن طريق علم الفراسة بقتل توقع الحاجات دي. طيب ايه هو علم الفراسة ده اصلا? طيب ايه هو علم الفراسة ده اصلا? علم الفراسة ده ان انت بتحلل شخصية الانسان عن طريق ملامح الواجهة. شكل الجسم. الطول. وحيك كتير من دي. وعلم الفراسة ده علم قديم جدا اشتهر بالحضارة الصينية والهندية. وحتى كمان الفراعونية القديمة كانوا بيستخدمه بوضع. لحد ما الامام الشافعي راح اوزار اليمن وتعلم العلم ده هنا. وعلى فكرة العلم ده ذكر في القرآن وليه ايات كتيرة واحدات كتيرة بتدل على هذا الامر. والفراسة ان انا بتكلم عليها دلوقتي بالذات اسمها فراسة التنبؤات او فراسة التوقع. طب يعني ايه واحد واحدة عشان انت تقريبا دخلت الموضوع ده فيه حرمانية او حاجة زي كده هفهمك الموضوع. يعني على سبيل المثال انا شايف دلوقتي ان انت عندك حمل مح في وجهك بيقول ان انت عندك مشاكل صحية كبيرة جدا داخلية في الاعضاء. فمعناها ان انت صحتك الى حد منها مش تمام. فانا ممكن اقول لك انت غالبا ما هتموت بدري. وطبعا عشان احنا مسلمين وعارفين ان الكلام ده مش حقيقي ومش عارف ايه. فاحنا بنقول فاحنا بنقول ان الحاجات دي بتتغير. يعني مسلا في علامة موجودة النهاردة في وشك ممكن بكرة ما تلاقيش موجودة. انت اصلا النهاردة ممكن تصحط لايه في حباية في وشك كده لانت احتعينك مسلا تاني هم ما تلاقيش موجودة يا راحت خلاص خفت وهكذا الادان اللي بتتكلم فيه. يعني الملامح بتتغير. العلامات دي بتتغير. ولكن اللي انا اقصده ان لما جسمك او صحتك او اعضائك الداخلية بتظهر العلامات دي على وشك. فمعناها ان هي بتحذرك بتقول لك خب بالك انت ماشي غلط. اللي انت بتعمله ده هيوديك في ستين دهية. يقيمة سجن. يقيمة حادث. يقيمة غرق موت اه شكل صحية كبيرة مش عارف ايه حاجات من دي كتير. وحرفيا انا مش بهذر ولا بتكلم كلام اي كلام. لأ ده بجد. والنهاردة وفي الفيديو ده بالذات انا هكلمك عن اول نظرية للموت الحتمي اللي كانوا بتكلموا عليها في الفراسة. وبشكل رئيسي كده هحاول اتكلم شواء عن الرابر اللي مات وهو صغير ده. فمسلا اول ملمح زي ما انت شفت كده ركز معي. شايف انت الشعر بين الحواجب ده? لما تلاقيه كسيف بالمنظر ده وواصل كده يعني بص حاجب واحد. شو ههم? حاجب هنا. حاجب ملكش دعو بالكتاب. طبعا ملكش دعو بالكلام المكتوب ده لاننا ننسي تغيرها يعني وانا بعمل الصورة. العلامة الوحيدة. معناها ان انت غالبا هيحصل لك مصايب. كوارث. آآ ممكن موت فجائي. ممكن اي حاجة بسبب ملمح ده. طب ركز بقى معي. واحدة واحدة. وانا هقول لك السبب. المبني نتكلم عن الشخصية دي. الشخصية دي بنقول عليه احنا بتاعت مشاكل. واحدة واحدة عشان انت دلوقت هتقول لي ما نعرف واحد كده ومش بتاع مشاكل. هقول لك عشان الحتة دي بزدادت في الوجه. مش ملمح رئيسي. او مش بناخد المعنى بنفس الطريقة. ولكن هي نبعة عشان الشخصية دي بيحصل لها مشاكل كتير. طب بيحصل لها مشاكل كتير ليه? عشان بتتحسس بسهولة. وفي نفس الوقت بتكون شخصية غضوبة جدا. الردة فعلها غالبا بتكون عنيفة جدا تجاه اي مؤسر خارجي بيحصله. طيب ركز معي بقى ان الكلام اللي هو ده مهم قوي. معناها كمان في الفرصة الطبية او فرصة الاعضاء بتاعت الجسم ان الكبد بيستجيب بفزاعة وبقوة تجاه المؤسرات بتاعتك. لان الكبد مسؤول عن اصلا طاقة الغضب او طاقة الانفعال او طاقة فام القوة العصبية اللي بتطلع فجأة دي. للاسف الحواجب اللي بالمنظر ده الشخصية دي حرفيا ما بتقدرش تسيطر على نفسها وقت الغضب. فللاسف الشخصية دي ممكن تودي نفسها في مشاكل. حوادث. اصابات. ممكن يجي لها فشل كابدي. ممكن يجي لها بص البلاء الازرق. بسبب ان هي متحسسة للدرجة دي. حتى حتى لو ما وصلتش للموضوع الحوادث او الكوارث او الكلام ده كله ممكن توصل بها ان هي تكتائب تخش في حالات جنان هستيريا حاجات من دي بسبب ان هي الحسية عالية وفي نفس الوقت زي ما قلت لك في الفرصة الطبية الكبد بيكون هي انفجر ما ما بتقدرش تسيطر على التمبر بتاعها او المزاج بتاعها فغاضب بتلاقيه غاضب جدا وهينفجر ممكن يود نفسه في مشكلة. فالعلامة دي الوحدة بتدل على ان الشخص ده ممكن يحصل له حوادث كتير. طيب حل المشكلة دي ايه? حل المشكلة ان انت تشيل الشعر ده. لازم تشيل الشعر ده. المنطقة دي لازم لازم تكون بالمنظر ده كده. حتة دي كلها نظيفة كده. ما فيش فيها اي خطوط. تمام? ما فيش فيها اي شعر اي اندوب اي لون ما ينفعش يكون في المنطقة دي اي حاجة. لازم تكون صفية ونقية ومليانة. ده معناه ان الكبد بتاعك صحي. المزاج بتاعك صحي. حياتك ماشية بطريقة سالسة بسبب ان انت بتقدر تتعامل مع المواقف بحكمة شوي. يعني المنطقة دي لازم العرض المنطقة دي لازم العرض بتاعها هيكون يعني تحط هنا السبابة مسلا كده. والوسطة جنبها كده تمام? تبقى المنطقة دي. واخد السبابة والوسطة. كده المسافة دي كويسة. ما ينفعش تكون واسع قوي ولا دياء قوي. احنا عايزنا واسع. كده دي حاجة كويسة مش هتهددك باي مشاكل في المستقبل. وطبعا لو انت مغيرتش برضو من وطبعا برضو لو انت مغيرتش من الماين بتاعك او طريقة التفكير العقلية بتاعتك غالبا الشهر ده برضو هيفضل يطلع تاني لان الكبد زي ما قلت لك هو المسؤول بشكل رئيسي عن الحت دي. فلو انت شخصيا فعلية زيادة عن لزوم وبدأ ترشد سيطرة عن نفسك زي ما قلت لك انت هتودي نفسك لبتهلوكة. يعني حرفيا ده لو سيء عربي او حاجة زي كده ده اكتر ناس ممكن اصلا تكون مهددا انها دي اكتر ناس ممكن تكون مهددا ان هي تصاب بحوادث الطريق وما شبه. في متى انا بتكلم فيه? الملمح اللي بعد كده بقى هو اختلاف نصين الوجه وانا هتكلمك عن حتة بسيطة دلوقتي ركز معي. النص الاول او الحتة انا هتكلمك فيها الوقتي ان هي الانف. الانف بالزات. بالزات. لما تيجي تاخد خط كده من نص كده هتلاقي اصلا النص ده كده رايح يمين كده او الانف من هنا كده. حتة دي كلها اكبر من هنا او معوجة رايح نحية اليمين. دي علامة على اعوجاك. الانف بتدل بشكل غير مباشر على الصحة بتاعة الجسم. او زي ما بنقول كده مبشرات لها علاقة بالاعضاء الداخلية بتاعة الجسم. ولا علاقة برضو مباشرة بالعمود الفكري وعظم الجسم. فركز بقى معي. لما تشوف بقى الاختلاف الفضيع في الانف اللي بتلاقي مع وجه بالمنظر ده كده. ولو تاخد كمان بقى لك بقى العين دي مختلفة عن العين دي. ده معنى ايه? ده معنى برضو عنده مشاكل في الاعضاء الداخلية ومشاكل في التمبر او المزاج الداخلي بتاعه. ما بقدرش برضو يسيطر عليه. فالشخصيات دي للاسف برضو مهددة بالحاجات دي. وعرفك او عنده ملامح تانية كتير في وشه. ملامح رئيسية بتقول ان هو هيموت في كزا وكزا كده يعني تمام? او هيتقتل بمعنى صح? ولكن الصراحة مش هقدر اتكلم في الفيديو ده. ده كان بداية سلسلة كده بس. يعني هبدأ فيما بعد ان شاء الله هحذركم من الحاجات دي. واقول لكم تعالجوها ازاي. الملمح بقى اللي بعد كده العيون. لما تلاقي البيضة اللي تحت العين ده بالمنزر ده. وهي دي النظرية اللي بقى اللي انا بتكلم عليها اصلا. لما تلاقي البيضة تحت العين بالمنزر ده. شايف انت الشكل عامل ازاي بتاع العين كده? بيضة تحت العين هنا كده. بيضة تحت العين كده. شايفين انت البيضة? للاسف هم بيقولوا الناس دي لما بتوصل لنجاح معين. وبتتشهر او بيكون في منصب معين حيبير يعني. وتلاقي البيض ظهر بالمنظر ده والعين الرؤية بتاعتها مش واضح تحس ان فيها زغلالة مش بسيطة كويس في حاجة مشكلة في عينه دي للأسف علامة على مشاكل في القلب وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت دليل على الحوادث والكوارث وخصوصا القتل خصوصا القتل الناس دي بتموت موتة بشعة زي ما انت شفتوا كده الاربع عشخاص دول ماتوا موتة بشعة بسبب ان هم عندهم البيض اللي تحت العين ده والمشاكل في القلب اللي انا بيقول لكم عليها وعلى فكرة هو مش مشاكل في القلب بشكل كامل او مش بشكل عام ولكن بتكلم هي نبعة من القلب وهو لا علاقة اكتر بموضوع الاعصاب والمخ والتواصل الزهني بتاع الشخص وحل المشكلة دي الاسترخاء وحل المشكلة دي حرفيا هي الصلاة وكسب من بالله هي الصلاة انا اعرف ناس يعني لما التزمت في الصلاة وبدأت ان هي يعني تكون متدينة شوية بدأت ان هي يعني ترجع لربنا لما يحصل لها مشاكل وحاجات من دي بدأ ان الضغط النفس اللي موجود تحت العين ده يروح او البياض اللي تحت العين ده يروح والبياض اللي حوالين العين اصلا بدأ يخف حتى اصلا وانت في الصلاة وانت بصل لمكان السجود بتبقى عينك اصلا نزلة لتحت كده وتلقائيا بتحس براح اصلا في العينين حتى خب بالك على فكرة وانت كمان حتى خب بالك كمان وانت راقع كمان الحركة دي بتخلي ان البق بق بتاع العين او الكزاحية بتاعت العين اولا تحافظ على صحتها. ثانيا تحافظ كمان على المكان بتاعها متى ترفعش فوق او تنزل لتحت او يحصل لها اي حاجة من هذا القبيل. على فكرة انا انا كا احمد بشوف الاعلامة دي لما تلاقي العين حولها يعني الى حد ما البياض اه كويس مش مش زي الصور اللي انتو شايفينها قدامكم دي. انا بتأكد ان الشخص ده غالبا ما متتاين وخصصا لو مع الملامح التاني اللي لها علاقة بالدين. يعني دي مش مالمح رئيسي. بس انا احمد باخد بيها. لان انا زي ما قلت لك الشخص اللي بتلاقي عنده الضغط النفس ده غالبا غالبا بيبقى مالهي في الضغوطات تحت الحياة والحاجات دي وبعيد شوية عن الدين وما شابه. انا بقول غالبا مش شرط. وبس كده سيدي شاير فيديو ده لأكبر عدد ممكن من الناس. عشان تحذر الناس من المشاكل والحوايث اللي ممكن تحصل هم. واقولولي كمان لو عاوزيني اتابع في السلسلة دي او اكمل حلقات في السلسلة دي. لان السلسلة دي هتكون مهمة جدا لأي شخص. مش لناس معينة لا للناس كلها. لان انت لان ممكن تكون انت شخصيا. لان ممكن تكون انت لحد دلوقتي. في خطر وانت مش عارب. زي ما قلت لك شعر الفيديو ده. وانزل اشتراك في القناة. وحط اللايك وفعل زور القصة اشتراك جديدنا اول بقول. سلام.